بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى أهل الإيمان في ولاية الله وفي حفظ الله الإيمان عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الإيمان يعلم الإنسان أو ينقل الإنسان من الإسلام إلى درجة الإيمان فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ولذا تجد أن المولى تبارك وتعالى حينما يخاطب المؤمنين يقرن الإيمان بالعمل ففي غير موضع تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بالجنة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضي الله عنهم ورضوا عنه وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن ولاية أهل الإيمان فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الإيمان يزيد بالطاعات ومن هنا فأهل الصلاة والذكر والقيام والصدقة والصيام والحج هم أهل الإيمان إذا ما جعلوا لهذه العبادات الشعائرية نظر أو وجود في حياتهم وأثرت هذه العبادات في أخلاقهم وعلى أعمالهم ومعاملاتهم بين الناس يجب على المؤمن الحقيقي أن يستشعر معنى الإيمان في قلبه وفي نفسه وفي عمله وفي علاقته مع الناس فمن حسنت علاقته مع ربه حسن المولى تبارك وتعالى علاقته بالناس لكن بأفعاله التي تبدأ من أقواله ولذا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يجب أن ينطبق القول مع الفعل وأن يكون مناسبا في المعاملات وفي الأخلاق يا سادة الدين المعاملة العبادات الشعائرية علاقة بين العبد وبين ربه إنما العبادات الأخلاقية والتعاملية هي التي تهم الناس في علاقتك مع الناس في التجارة وفي الصناعة وفي الزراعة وفي المال وفي الكسب المشروع وفي وظيفتك وفي أدائك لعملك وفي إتقانك لعملك وهكذا أهل الإيمان هم المنعمون بالأمن والأمان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انظر يقرون الإيمان بالذكر ويجعل من ثمرات الإيمان ومن ثمرات الذكر اطمئنان القلب وانشراح الصدر وسعة الرزق وزيادة الهدوء في النفس فيجد الإنسان نفسه هادئا مطمئنا آمنا في سربه معافا في بدنه يحمد ربه تبارك وتعالى على كل شيء وهذا إن دل فإنما يدل على أن كمال الإيمان يبدأ بالرضا وَلِذَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَارْضَ بِكُلِّ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ سَلِّمْ الْأَمْرَ لِمَنْ دَبَّرَهُ فَلَنْ تَرَ غَيْرَ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ قَدَّرَ مَا يَكُونُ وَمَا قَدْ كَانَ أَمَا كَفَاكَ مُدَبِّرًا مَوْلَانَا؟ أهل الإيمان هم الذين يعلمون ويعرفون أن الابتلاء رحمة وليس نقمة وإن الله تعالى إذا ابتل العبد لا يبتليه ليعذبه وإنما يبتليه ليرحمه وإن كل ما يصدر عن الله جميل ومن هنا يجب على المؤمن الحقيقي أن يرى الجمال في المصائب كما يراه في النعم فيشكر الله تعالى ويحمد ربه على كل ما يأتي من نعم ويعلم أن الله تعالى قدر له الخير وحتما يقدر له الخير كن مؤمنا في كل أحوالك فرق بين الإسلام والإيمان والإحسان أما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما الإيمان فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين ومن المحسنين المخلصين اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم